شكرا لك تسبيح ملاحقة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب مستمرة في الدوائر الرسمية الامريكية لجنة التحقيق البرلمانية في هجوم السادس من يناير من عام 2021 على الكونغرس ستصوت بتوصيات بشأن ملاحقة جنائية محتملة ضد ترامب من المتوقع أن تقرر ما إذا كانت ستوصي وزارة العدل بتوجيه اتهام أو اتهامات إلى ترامب بالدعوة إلى التمرد وعرقلة إجراء رسمي والتآمر على الدولة الامريكية فأي اتجاهات يسلكها هذا الملف في ظل انطلاق السباق عمليا إلى البيت الأبيض وكيف يؤثر ذلك على ترامب داخل الحزب الجمهوري؟ بعد مرور ما يقرب من عامين على أحداث السادس من يناير 2021 والهجوم الشهير على مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن يبدو أن مسار تحقيق اللجنة النيابية الأمريكية قد بلغ لحظة الحسم صحيفة بوليتوكو الأمريكية كشفت أن اللجنة تعتزم التصويت الاثنين القادم خلال جلسة عامة للفصل بشأن تأكيد تورط الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في هجوم الكابيتول وعلى الطاولة تضع اللجنة توصيات لوزارة العدل بتوجيه تهم إلى ترامب تتصدرها الدعوة إلى التمرد وعرقلة المصادقة على الانتخابات الرئاسية والتآمر لخداع الحكومة الأمريكية خطوة تضع ترامب أمام خطر ملاحقات جنائية خاصة وأن وزارة العدل عينت في وقت سابق مدعيا خاصا للتحقيق بشكل مستقل بشأن دونالد ترامب وتعتزم اللجنة المتكونة من سبعة نواب ديمقراطيين وجمهوريين اثنين تقديم مبررات مفصلة عن هذه التهم الثلاث تطور جديد يضع ثقله في كفة المصاعب التي يواجهها ترامب الساعي للترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة فيما يتوقع مراقبون أن يشكل تأييد اللجنة للتهم الجنائية ضربة قاسمة تزيد من تهاوي شعبية الرئيس السابق داخل كتلة الحزب الجمهوري نعود الآن إلى الموضوع المتعلق بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وإمكانية أن توجه إليه التهم في الفترة القادمة ينضم إلينا الآن من واشنطن البحث السياسي دان ريني سيد ريني مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار بعد فترة طويلة من التحقيقات ومئات الأدلة والشهود الذين استمعت إليهم هذه اللجنة لجنة التحقيق في أحداث السادس من يناير ما المتوقع الآن؟ هل تتوقع أن ترفع اللجنة توصية إلى وزارة العدل بتوجيه اتهامات لسيد ترامب؟ على الأقل سيكون هناك الكثير من الحماس في واشنطن يوم الاثنين فلجنة السادس من يناير على الأقل ستنشر تقريرها من الشهادات والتحقيقات وكل العمل الذي قامت به قبل الوصول إلى هذه النقطة العديد من الناس يظنون أو يعتقدون بأن التقرير لن يكون كافيا وأنه ستكون هناك اتهامات فيما يتعلق بالتمرد والتي سيمررونها إلى وزارة العدل المشرعون يمكن أن يوصوا بتوجيه اتهامات ولكن سنرى ما إذا كانت وزارة العدل ستأخذ بتلك التوصيات وأيضا الكونغرس طبعا لينظر في ذلك حتى يواصل ربما تحقيقه في ذلك طبعا الكونغرس الجديد على الأقل مجلس النواب يسيطر عليه الجمهوريون وبالتالي هذه اللجنة لن تكون موجودة بعد العشرين من يناير القادم حين يتسلم الكونغرس الجديد مهام عمله ولكن دعني أسألك عن التحقيقات لأن هناك الكثير من التحقيقات المتعلقة بالسيد ترامب هناك التحقيقات المتعلقة بأحداث السادس من يناير والتي تقوم بها هذه اللجنة هناك تحقيقات أخرى منفصلة لها علاقة بالوثائق التي سرقها السيد ترامب من البيت الأبيض بعد أن غادر وهناك تحقيقات تجريها الولايات المختلفة منها ولاية جورجيا على سبيل المثال هل هذه الأبور مترابطة أم أنه لكل واحد منها مسار منفصل؟ كلها لديها مسارها المختلف ولديها إجراءاتها المختلفة وليس هناك شك بأن هناك الكثير من التحقيقات القائمة فيما يتعلق بسادس من يناير وما يتعلق بالرئيس السابق دونالد ترامب بكل تأكيد هو شخص طبعا من اليسار يظنون بأنه شرير ويعملون بدأب لنزع المصداقية عنه وعلى الأقل جلبه إلى العدالة وربما حتى لمنعه من أن يترشح للرئاسة مرة أخرى فهو أعلن عن نيته للترشح مرة أخرى والبعض حتى يقولون بأن الرئيس السابق ترامب يستعمل حملته حتى ربما يحمي نفسه من هذه التحقيقات الكثيرة ضده وطبعا هناك تحقيقات يبدو بأنها كثيرة وهم يحاولون أن يجلبوه للعدالة فأظن بأنه ربما سيحظى أكثر بشعبية حتى ويستغل ذلك ولكن أظن أن هناك كثير من الأمور التي تحدث وربما ستلفت لانتباه عن حملته الرئاسية نفسها طيب ربما أسألك عن شعبية سيد ترامب التي تدهورت في الأوين الأخيرة وهناك الآن شخص متفوق عليه داخل الحزب الجمهوري على صعيد الترشيحات على الأقل وهو حاكم ولاية فلوريدا سيد رون دي سانتس ولكن هذا موضوع مختلف لنعود إلى التحقيقات الآن هناك محقق مستقل سيد جاك سميث ينظر في هذه المسألة هل تفويد السيد سميث يتيح له النظر في كل هذه القضايا المثارة حول السيد ترامب أم أنه متخصص في موضوع واحد فقط هناك الكثير من الأمور التي تحدث وما يحدث في الكونغرس وفي وزارة العدل وما يحدث في العديد من المدعين العامين في العديد من الولايات وحتى شركة ترامب هناك الكثير من الأمور المختلفة التي تحدث ولكن العنوان الأكبر الذي يأتي في اليومين المقبلين هو ما ستقرر لجنة سادس من يناير فعله سيكون هناك تقرير وأظن أنه ستكون هناك توصية وهذا احتمال كبير لتوجيه اتهام إلى الرئيس ترامب ثم وزارة العدل ستقرر ما إذا كانت لتفعل ذلك أم لا طبعا وزارة العدل لديها تحقيقاتها الخاصة في سادس من يناير سواء بشأن مثلا المسؤولين السابقين وحتى من ضمنهم الرئيس السابق ترامب ومرة أخرى الأمر يتعلق بوزارة العدل وما ستقرر فعله وربما فملاحقة رئيس سابق والذي هو مرشح حين الآن سيكون شيئا مثيرا للاهتمام كثيرا ولذلك فإن هذه التحقيقات مثلا عن الملفات في مارالاجو وغيرها مرة أخرى يبدو أن الأمر سياسي ولكن وزارة العدل طبعا يقال أن الآن الإدارة الحالية تسيطر عليها ثم يقولون بأن بأنهم يواجهون ترامب فقط ويسيسون القضية يعني مسألة تسييس القضية سيد ريني يمكن أن تنطبق على الحالتين إذا وجه التهم للسيد ترامب قد يقول البعض أن هذا اتهام سياسي وإذا لم توجه تهم للسيد ترامب مع وجود كمية هائلة من الأدلة ضده قد يقول الطرف الآخر أن عدم توجيه الاتهامات هو أيضا موقف سياسي لعدم استفزاز السيد ترامب ومناصريه وجناحه داخل الحزب الجمهوري ما رأيك في هذا الكلام؟ يعني وزارة العدل في موقف لا تحصد عليه بالحالتين نعم بكل تأكيد وافقك الرأي وطبعا الوضع صعب بالنسبة إلى وزارة العدل لأن عليهم أن يقرروا هل هذا شيء يريدون مثلا أن يحفز الرئيس ليترشح أو هل هو شيء سيستعمل هذه التحقيقات مثلا رئيس ترامب كسبب لترشح وكدرع له لأننا سيظنون أن حملته ستكون درعا له ولأنه ربما سيدعي بأن هذه الاتهامات سياسية وأنها ليست صحيحة وأنها ظالمة سواء كان ذلك صحيحا أم لا فالتحقيقات ستقاد وستحدث أمور ستجعل الأمور صعبة للرئيس ليركز فقط على حملته حين تكون هذه التحقيقات قائمة البعض يقول سيد ريني أن القضية الأسهل من وجهة نظر وزارة العدل التي يمكنها بناء عليها توجيه اتهامات هي قضية الوثائق التي سرقها سيد ترامب من البيت الأبيض لأن هذه الأدلة أدلة واضحة والمسألة بسيط إثباتها في المحاكم وبالتالي هل تتوقع أن تمضي وزارة العدل في هذا المسار ربما وليس في المسارات الأخرى المتعلقة بأحداث السادس من يناير والقضايا والتحقيقات الأخرى وزارة العدل عليها أن تتبع الحقائق فقط إذا كانت هناك حقائق تؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية سواء كان الرئيس السابق أو أي شخص يعمل في أو كان يعمل في العاصمة في ذلك الوقت فينبغي أن تبنى القضايا على الحقائق فقط المشكلة هي ما إذا كانت هذه المزاعم سياسية أو أن الحكومة يتم استعملها كسلاح ضد الرئيس السابق يمكن أن يدعي ما إذا كان ذلك صحيحا طبعا لا نعرف ذلك ولكن لو أن تلك الادعاءات كما قلت بعدت الأنظار عن التحقيقات فستكون هناك مشكلة ووزارة العدل ستكون في مواجهة مشكلة أما فيما يخص متابعة هذه القضايا وتحقيق العدل فلا ينبغي أن يبنى هذا على مثلا على الأمور السياسية أو على مثلا أنها تكره شخصا أو أنها ضد شخص فهذه ليست عدالة هذه ضد للعدالة ومرة أخرى أتقول بغض النظر عن النتيجة فإن الرئيس السابق ترامب سيدعي بكل تأكيد بأن أي تحقيق هو سياسي في طبيعته طبعا اعتمادا على رد وزارة العدل هل ستتبع الحقائق وتظهر الأدلة لا نعرف وعلينا أن نخذ في عين الاعتبار أن الرئيس ترامب قد تمت محاولة عزله مرتين حين كان رئيسا وطبعا بعد أن خرج من البيت الأبيض وفي تينك المحاولتين طبعا واصل وخرج منهما سنرى ما إذا كانت هذه الاتهامات ستستمر أو التحقيقات ستستمر أم أنها ستعرقل أي شيء ولكن من جانب ستكون بالنسبة للرئيس ترامب طبعا ستشغله عن أمور أخرى ومن جانب الآخر ستشجعه على الترشح لأن هذه التحقيقات يمكن أن ربما تجعله ينتفع بها طيب دعني أسألك إذن عن شعبية السيد ترامب لأنه الآن بحسب الاستطلاعات لم يعد الشخصية التي تحظى بذلك الإجماع الذي كان موجودا له داخل الحزب الجمهوري هناك الآن شخصية أكثر بروزا فيما تعلق بانتخابات الرئاسة 2024 وهناك أيضا من يقول أن السيد ترامب أصبح يشكل عبءا ثقيلا حمولة زائدة على الحزب الجمهوري قد يسبب انشقاقات في حال ترشحه هو وترشحه السيد دي سانتس وربما شخصيات أخرى في 2024 ما رأيك في هذا الكلام هذا الانقسام موجود الرئيس ترامب هو شخص يثير الانقسام بغض النظر عما يقال نعم دي سانتس طبعا يحظى بشعبية كبيرة ويبزغ نجمه واستطلاعة الرأي تظهر بأن الجمهوريين مستعدون لاحتضانه الرئيس ترامب طبعا كان نجما مشتعلا ولوقت طويل وأن بعضهم قد سائموا منه ويرون بأنه عب والآن أولئك الذين يدعمون الرئيس ترامب في السابق أو دعموه في السابق يعتقدون ربما أن قيادته كانت البلاد في حاجة إليها في ذلك الوقت ولكنه الآن ليس ذلك الشخص المناسب ولذلك دي سانتس أصبح الآن يتمتع بشعبية جارفة لأن الناس يرون دي سانتس بأنه قائد ويرونه كمرشح يمكن أن يحقق برنامج أمريكا أولا التي كان ينادي بها ترامب بأن يحققها ويطبقها على الأرض ويرونه بأنه مرشح يمكن أن يستمر في نفس السياسات التي بدأ بها الرئيس ترامب ولكن سيفعل هذا من دون تحقيقات ومن دون التغريدات الخبيثة أو السيئة ومن دون أي أشياء تبعد أو تلفت الأنظار عما هو أهم الرئيس ترامب طبعا هو شخصية يحمل الكثير من الأمور وليس هناك شك بأنه طبعا حقق الكثير من النجاح في فترة رئاسته وقت الاقتصاد كان ينمو لا أحد كان يمكن أن ينكر ذلك ولكن في الوقت ذاته كان هناك الكثير من المشكلات التي ظهرت أثناء رئاسته وبعد ذلك كان هناك الكثير من القضايا التي لا تزال تثير اليسار السياسي ليلاحقه وتلك التحقيقات لن تختفي ربما سيكون من الجمهوريين الاتفاف حول مترشح آخر حتى يتقدموا إلى الأمام ويحققوا نفس البرنامج بدون التحقيقات التي تلتف عليهم شكرا جزيلا لك دان ريني الباحث السياسي كان معنا مباشرة من واشنطن